لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد جانب سلبي بلا أدنى شك هذه الجوانب الإيجابية الجانب السلبي وهو كبير وخطير جدا أولا أن استعادة خالد نزار هو ضرب لمصدقية العدالة العدالة الجزائرية أنها أصدرت بحقه مذكرة توقيف دولي وحكمت عليه القضاء العسكري حكم عليه بعشرين سنة سجن نافر إذن بهذه الطريقة هو ضرب لمصدقية العدالة خاصة الطريقة التي عاد بها لأنه لو تم استعادة وأوقف أمام القضاء وتم إدخاله للسجن إذا انتظار محاكمته لا هذا شيء آخر ولكن هذه الطريقة فيها إيساءة للعدالة وإذا تمت الإساءة للعدالة هي بذلك ضربة لكل الإجراءات التي اتخذت قضائيا في مرحلة ما بعد 22 فبرا في حق يحيى وسلال وكل وتوفيق وعرب رضو وحداد كلهم إذا ضربت مصدقية العدالة الجزائرية فهذه كذلك ونحن ندرك تماما أننا عندنا مؤسسة قضائية ولكن ليس لدينا عدالة القضاء غير مستقل من عهد بوتفليقة واستمر الأمر وهذه من الأخطاء التي ارتكبت بعد 22 فبراير أن لم تفتح هناك عدالة انتقالية لم تشكل لجنة قضائية لمراجعة كل القضايا بصفة مستقلة عن صناعة القرار لذلك كانت القضايا التي فتحت ليست من السهل إسقاطها لذلك خالد نزار لوحق بتهمة المشاركة في اجتماع التآمري الذي انعقد في مارس 2019 هذه القضية وكان هذا الاجتماع من أجل إسقاط القايد صالح لا يستطيع أن الجيش يوجه لهم تهم إسقاط القايد صالح وجهتهم لهم تهم تتعلق بالمؤسسة العسكرية وهي في الحقيقة كانت مخطط للاستحواذ على المؤسسة العسكرية إسقاط القايد صالح والاستحواذ على المؤسسة العسكرية واستعمالها ضد المواطنين والجزائرين وضد الحركة الشام كان هذا هو المخطط ولو نجح كان في الحقيقة هو استهداف لاستقرار الدولة لأنه سيؤدي إلى العنف على الطريقة التي حدثت في التسعينات كان هذا هو المخطط خالد نزار لديه قضايا أخرى لديه قضايا فساد لديه قضايا انتهاكات حقوق الإنسان لديه والعمر نفسه بالنسبة للتوفيق لم يفتح ملفات إخفاء قضايا الفساد ربما التوفيق لا يملك قضايا فساد ربما نحن ليست لدينا معلومات ولكن لكن هناك قضايا حدثت في عهده هناك ملفات فساد أغلقت وتم إخفائها هناك قضايا لم تفتح نهائيا هناك معلومات تم إخفاءها أيضا أيضا عن الجهات القضائية هناك أيضا قضايا انتهاكات حقوق الإنسان هناك الناس قتلوا في زنزين تابعة ديراس وهناك أشياء كثيرة من هذا القبيل لذلك لو كانت هناك عدالة حقيقية انطلقت ما بعد 22 فبراير آير فإن الأمور لا تكون بهذه الطريقة لذلك نحن بهذا لا نعيب على الشيء الذي حدث نعم يستحقون هؤلاء السجون حقيقة ولكن كانت أمنيتنا أنها تفتح لهم حقيقة قضايا يمكن أن تعيد الحقوق إلى أهلها وليس قضايا فقط تتعلق بجانب معين هذا سهل إسقاطها بالنسبة لأي يحيى وجماعة هاي لديهم قضايا فساد هاي أمام القضاء لأنهم لا يعني لهم شيئا نحن نتكلم عن جنرالات ونتكلم عن سقور المؤسسة العسكرية في مرحلة الحرب الأهلية التي عاشتها الجزائر أمر آخر أنه هذه تعتبر ضربة إلى وعود المؤسسة العسكرية ما حدث في تلك المرحلة من سجن وتوقفات إلى هؤلاء كان في إطار وعود تقدمت بها المؤسسة العسكرية تحت قيادة القايد صالح لحركة الشعبية وبهذه الطريقة مثل استعادة خالد بن الزار استعادة خالد بن الزار بهذه الطريقة والإفراج النهائي على توفي قطرطاق تحويل سعيد بوتفليقة إلى قضايا في المحاكم المدنية كل هذا السيناريو الذي حدث ما بعد رحيل قايد صالح يذر بالوعود التي أطلقتها المؤسسة العسكرية حتى لو كان الأمر يتمثل في استعادة أبناء البعض يتحدث من أن توفيق ترتاق سيتم إطلاق صراحهم بالبراءة هو إطلاق صراحهم النهائي لأن توفيق موجود في الخارج خارج السجن موجود في بوشاوي في مكان عيادة خاصة تابعة للمؤسسة العسكرية والذي تحدثنا عنهم القبل وتأكد فعلا أن فاروق صنطيني هو أكد هذا العام هذا من جهة أن البعض يتحدث عن الإفراج نهائي بالبراءة إسقاط الدعوة نهائيا عدم المتابعة نهائية أن القضية غير موجودة نهائيا وهناك من يتحدث على أنه ستكون هناك أحكام مخففة مخففة معينة تكون بحسب المدة التي قضوها في السجن وأنا أرجح هذا الأمر إلى حد ما إذا كانت السلطة تفكر بنوع من الذكاء إخرجهم براءة وإسقاط كل القضايا عليهم واضحا الأمر مفضوح نهائيا ولكن السلطة لا أعتقد يهمها الرأي العام ولا يهمها شيء بقدر متهمها الخطة التي هم بصدد تنفيذها تتمثل في استعادة النظام لأنفاسه واستعادة سقور المؤسسة العسكرية إلى مواقعهم بعدما أقصاهم القايد صالح سواء بإحالة على التقاعد أو الإبعاد من المناصب أو الإحالة على المحاكم والسجود إذن الأمر الآخر نقطة الأخرى السلبية الكبيرة أنها ضربة قوية إلى الجزائر الجديدة التي يتحدث أنها تبون الجزائر الجديدة حسب الاستنتاج من خلال خطبات الرئيس تبون أنها جزائر تتماهى مع مطالب الحركة الشعب معناها أنها جزائر لا مكان فيها للمفسدين كل من تتم متابعته يجب أن يعاقب ملاحقة كل المفسدين في دولي بالدولة أن الجزائر تكون فيها مؤسسات جديدة إذا الجزائر لم تعد تلك البقرة الحلوب التي يحلبها أشخاص لكن الأمور انقلبت رأسا على عقب وها هو خالد نزار تتم استعادته بطائرة رئاسية رغم أن عليه حكم قرأ هذا الأمر واضح أنا الآن أحدثكم عن الصفقة التي حدثت وبتفاصيلها من الخلال المعلومات التي توفرت لديكم المفاوضات مع خالد نزار اندلعت في شهر أوت 2020 نعم وهناك نحن كما نذكر من قبل أنه في جويليا 2019 روجت وسائل إعلام أنذاك ومن بينهم جريدة الوطن أن هناك عملية مفاوضات مع جنرالات ومن بينهم خالد نزار غير أن خالد نزار خرج عن صمته لذاك ونشر ما قال لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله